موسيقى بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وعددا من الإعلاميين وهو ما يأتي تأكيدا على ما أحدثته مراكز الإصلاح والتأهيل من نقلة إنسانية في منظومة السياسة العقابية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الزيارة اليوم لمركز وادي النطرون أعتقد أنها من الزيارات المهمة لأنه كل زيارة بنال ما استطور في هذه المراكز هذه المراكز اليوم أعتقد أنها بتقدم نموذج مشرف لتغيير كبير في السياسة العقابية موسيقى تلقل أعضاء الوفد بين مرافق المركز المعيشية والإصلاحية والتأهيلية مع إتاحة الفرصة لهم للالتقاء بالنزلاء والاطلاع على أوضاعهم السما الأساسية هي الإنسانية كل حد نلتقي معاه يحدثنا عن الإنسانية اللي بتعامل بيها هو وأسرته والعائلة شفنا الفرق بين سجون قديمة كانوا فيها وبين دور إصلاح جديدة على أحدث النظم نتبهى بها أمام العالم أنا بدعو كل اللي بتكلموا عن حول الإنسان يجوا وشوفوا اللي حاصل هنا ناس اتكلمت بكل حرية قال إن إحنا دلوقتي غير زمان تماما الموضوع مختلف تماما وهم حسين يعني في جملة مهمة أنا حسيت بأدميتي وده أمر محمود طبعا جدا واضح إنه زلاء مرتاحين جدا لأنه هم جايين من مكان تاني بمقر احتجاز آخر فهم أعتقد إن الفرق كبير جدا ما بين هنا والمقر الآخر تجهيزات المركز تشمل خدمات طبية فائقة من خلال المركز الطبي الموجود به والذي اطلع عليه أعضاء الوفدة إحنا نهضى شهود أيان على التغير الواسع في ملاكس الإصلاح طلعنا إحنا يعني طلعنا على تجلوبة مرتبطة بحق النزيل في الغذاء حقه في الصحة حقه في الرياضة حقه في العلاج النفسي ورعاة النفسية أنا أول مرة أشوف المكان وبالنسبة لي يعني المكان شيء رائع جدا تطور هايل جدا أنا حاسة أن أنا قاعدة في مكان متكامل بيعمل تنمية حقيقية وأسنى أعضاء الوفدة على برامج التأهيل المقدمة للنزلاء لإسقال مهراتهم الفنية والحرفية للإسهام في دمجهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة هنا في إصلاح في عمليات إصلاح ممنهجة وفق دراسات حقيقية هنا في تعليم وتعلم في مهن وحرف وبالتالي فلسفة الإصلاح قائمة والتأهيل أنا بأهله عشان يخرج للمجتمع بعد قضاء العقوبة في أفضل وضعية ممكنة شيء محمود جدا أنه يتم فتح مراكز إصلاح والتأهيل للزيارة أنه الناس تشوف الأوضاع على أرض الواقع ولأي مدى هي ينطبق عليها هذه المعايير وأنه الواقع هنا بيهزم أي حد يحاول يشكك في مستوى الخدمات المقدمة داخل مراكز إصلاح والتأهيل رؤية إصلاحية ذات بعد إنساني تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توفر حياة كريمة للنزلاء وتتيح لهم فرصة جديدة في الحياة وهو ما أكده أعضاء الوافدة كل ما يمكن أن أنا أعنوانه في عينوان عريض أنسانة المؤسسات العقابية أصبح الإطار العام إطار إنساني بحق أصبح التعامل مع النزيل أو اللي كان اسمه بين قسين مسجون إنه إنسان في المقام الأول يخطئ ويصيد وعندما أخطأ فبيعاقب لا يجب أن يعاقب مرتين وقبل من أقول للناس أننا عندنا مركز أهيل محترم وفق النظر العالمية بقول لهم الأول أنا آسف استنى لحظة عندي 12 أو 18 سجن تم إغلاقهم لأنه لم يتوافقوا مع الفلسفة المصرية الجديدة لحقوق الإنسان لأحد ركائزها الأسية المؤسسات العقابية في إرادة حقيقية للوصول لمنظومة للإصلاح والتأهيل تتناسب مع منظومة حقوق الإنسان وفي ذات الوقت تساعد في تأهيل النزلاء لحياة أفضل بعد خروجهم من المراكس شيء رائع جداً اللي احنا بنشوفه محاولة تغيير النزيل وتحويله من السلب للإيجابي وده شيء إيجابي جداً وده اللي احنا نحتاجينه عشان لما يخرج يقدر يفيد المجتمع طبعاً رؤية فاقبة ورؤية بتحترم الأدمية وتحترم حقوق الإنسان وتحترم المواطن المصري يعني بكل تصنيفاته فأنا عن نفسي كنقيب إعلاميين بوجه الشكر للقادة السياسية على زي الرؤية الثاقبة المشرفة للدولة المصرية إرادة حقيقية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شقها المتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل نتاجها منظومة عقابية حديثة تبني معها النزيل من جديد وفقاً لقواعد إصلاحية وإنسانية تتوافق مع كافة المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وهو ما يؤكده كل زائر لهذه المراكز ترجمة نانسي قنقر